المجلس الأعلى للمرأة المرأة في تصريحات صحفية أن مهمة المكتب تتمثل ببذل المساعي لتسوية النزاع والدين ولتحقيق هذا الغرض يتوجب على المكتب أن يجتمع بأطراف النزاع ويسمع أقوالهم وتبصيرهم بمختلف جوانب النزاع والآثار المترتبة عليه وواقب التمادب عليهم وعلى الأطفال والمجتمع بشكل عام موضحة أن عرض أي تسوية على الأطراف يقتضي بالضرورة توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية والشرعية ومن ثم تركهم ليقرروا بملء اختيارهم وإرادتهم في قبول التسوية أو رفضها بعد أعطائهم الوقت اللازم لدراسة الحلول والخيارات المتاحة ومقارنتها وموازنتها بما يمكن أن يحصل عليه أمام المحاكم وأشار تلمين العام للمجلس أنه بحكم النزاعات الأسرية وما تتمتع به من طبيعة خاصة تختلف عن النزاعات العادية بين الأفراد لتعلقها بالحياة الزوجية والأطفال فقد أوجب المرسوم أن يضم المكتب عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بحيث يكون لكل اختصاصي منهم دوره الجوهري في حل النزاع